الخير نوسايبة ومسأل خير لكل مشاهدين إذن أمطار رعدية إن شاء الله تبقى تخص أغلب المناطق الشمالية وكذلك بالنسبة للولايات الجنوبية خلال نهار اليوم بحول الله وكان أصدر الدوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيه دائما من الدرجة الأولى حسب خريطة اليقظة يفيد باستمرار تساقط الأمطار الرعدية على أغلب المناطق الداخلية الشرقية وتحديدا بثناء من البواقي خنشلة وتبسة أما بالنسبة للمناطق الجنوبية فولاية أضرار معنية بالتنبيه أما تساقط الأمطار فكان بداية من منتصف نهار اليوم وسيستمر إلى غاية التاسعة من ليلة اليوم الخميس بحول الله وكمية الأمطار المتوقعة قد تصل إلى حوالي 15 مليمتر محل ينطيلت مدة صلاحية التنبيه يعني حتى المناطق الداخلية الشرقية احتمال يكون في تساقط حبات برد من فترة إلى أخرى وهي سمة التقص التي ستبقى تخص أغلب المناطق الشمالية الشرقية وكذلك بالنسبة للولاية الجنوبية حتى خلال الأيام القليلة المقبلة بالنسبة لدرجات الحرارة لاحظنا أنه فيها تراجع في درجات الحرارة القصوى وهذا على أغلب المناطق الشمالية لكن تتوقع مصالح الأرصاد الجوية بداية من يوم الأحد إذن سيكون فيه قدوم موجة حر ستخص أغلب السواحل الوطنية وخاصة الغربية والوسطى ويمكن أن نتصل درجات الحرارة فيما يخص السواحل الوطنية حوالي 40 إلى 42 درجة بينما المناطق الداخلية الغربية إن شاء الله ستعرف بداية من يوم الأحد درجات حرارة قصوى ستصل إلى حوالي 45 درجة على المناطق الداخلية للهضاء بالعليا وكذلك منطقة الأوراس وكذلك على المناطق الجنوبية نبقى من سجل درجات حرارة مرتفعة كما نلاحظوا حتى خلال يوم السبت رح تلحق حتى 48 درجة إن شاء الله وهذا تحتضل فيما يخص وسط الصحراء وأقصى الجنوب الجزائري وكذلك على أدرار كذلك الجنوب الغربي بينما كل من بشار وتندوف فدرجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 40 إلى 45 درجة وكما قلت دايما نبقى من سجلك على مقياس 48 درجة وهذا تحتضل على أقصى الجنوب الجزائري أما فيما يخص توقعات التقص المتدران إن شاء الله خلال الظهيرة فإن شاء الله ظهيرة الجمعة الأجواء دائما تبقى مغشات على مجمع السواحل الوطنية نبقى ومن سجل تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية الشرقية إذن وهران 31 درجة قصنطينا 32 درجة دائما تتشكل رعود منعزلة مرفوقة بأمطار بالنسبة لبثنا 28 درجة نسبة الرطوبة حوالي 56% كذلك الرطوبة تبقى عالية نوعا مع المناطق الداخلية للوطن تصل أو تتراوح ما بين 65 إلى 75% أو كذلك بالنسبة للمناطق الساحلية رح نسجل حتى 90% خاصة خلال الفترة الصباحية وكذلك خلال الفترة المسائية إذن سكيك دا 29 درجة مع أجواء مشمسة ومستقرة عن تيموشن 30 درجة إن شاء الله خلال ظهيرة يوم الغد بحول الله الولايات الجنوبية بشار 42 درجة كذلك رح تعرف خلال يوم أو ظهيرة يوم الجمعة المناطق الجنوبية وتحديدا بشار تين دوف عين قزان بورجباجي مختار حتى على أدرار تيميوين ورقان استمرار تساقط الأمطار الرعدية وكما شفنا حسب التنبيه ممكن كمية الأمطار تصل إلى حوالي 15 مليمتر محليا وكذلك يرتقب أن تبقى هذه الوضعية الجوية تخص أغلب الولايات الجنوبية حتى خلال الأيام القليلة المقبلة تمنى 37 درجة وتين دوف رح نسجل إن شاء الله 47 درجة كما قلت مع تساقط أمطار رعدية الجزاء العاصمة 32 درجة خلال ظاهرة يوم الغد الجمعة حركة الرياح إن شاء الله لنهار اليوم رح يكون فيه هبوب رياح قوية تصل إلى حوالي 50 كم في الساعة غدا ستصل إلى حوالي 40 كم في الساعة وهذا على أغلب السواحل الوطنية البحر دائما يبقى مضطرب على السواحل الوسطى قليل الأزدراب على باقي السواحل الوطنية حركة الرياح رح تكون ضعيفة ما تتعداش 25 كم في الساعة للسواحل الوسطى ورح نسجلوه حوالي 30 كم في الساعة للسواحل الغربية مع رؤية دائما متوسطة علو الموجة رح يكون ما بين المتر إلى المتر ونصف على طول الشريط الساحلي إذن تساقط أمطار إن شاء الله خلال يوم الغد بحول الله وحتى خلال نهار اليوم على أغلب المناطق الشمالية للوطن ويرتقب أنه يكون فيه موجة حر تانية بداية من يوم الأحد إن شاء الله وستستمر هذه موجة الحر إلى غاية يوم تولتاء خاصة بالنسبة للسواحل الوطنية إذن هذا ما كان لديه لحد الساعة بخصوص توقعات التقس وإلى بقية الأخبار مع نوسايبا ترجمة نانسي قنقر